وننتقل إلى زميلنا خالد بن أحمد خلفاوي من معرض الدوحة الدولي للكتاب خالد كيف هي الأجواء هذا اليوم؟ إليك تفضل تحية لك ألاء ومونة تحية لزملاء في استوديو ضيفا فإذا نحن معكم من مسرح الحدث التقافي الفكري هنا بالدوحة حيث تتواصل لليوم الرابع على التوالي فعليات معرض الدوحة الدولي الكتاب في دورته الثالثة وثلاثين عندما نتحدث عن الدورة الثالثة والثلاثين فنحن نتحدث مشاهدينا عن جيل كامل من المعرفة هذه الفعاليات تتواصل بالعديد من الأنشطة الثقافية والفكرية طبعا في هذا اليوم كما تبعنا في ظهيرة هذا اليوم وفي الأمسية أيضا تتواصل لحد الآن مشاهدينا العديد من الفعاليات التي تنظمها دوحة الأطفال شؤون المسرح وشؤون الموسيقى طبعا الوعي البيئي حاضر بقوة ضمن نشاطات هذا اليوم هذا عن النشاطات نتحدث أيضا عن النشاطات التي يعكف ضيف شرف هذه طبعا يتعلق الأمر بسلطنة عمان طبعا من خلال عديد النشاطات الثقافية الموسيقية الفكرية لكن اللافت مشاهدينا أقول اللافت والمميز هم الشخص والأحداث أو سفر حالم في الداكرة والطراث يتخطى حدود الزمن مشاهدينا الكرام طبعا نسافر بكم إلى قرون خلت ألا ومنا لو قلت أو لو تحدثت عن بحور الشعر سأقول بأن أو بحور الشعر وافرها جميلة مفاعلة مفاعلة فعول أنا عالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض وهو علم موسيقى الشعر العربي ومؤلف معجم العين وهو أول معجم في اللغة العربية ولدت في قرية ودام بولاية المصنعة في سلطنة عمان هو إذا المشاهدين الخليل بن أحمد الفراهيدي أو بالأحرى هو الفنان العماني مهلب العمري الذي يجسد في هذه المساحة الثقافية الفكرية شخصية الخليل بن أحمد الفراهيدي هكذا ارتأت سلطنة عمان أن تعرف بالشخصيات التاريخية التي صنفتها اليونيسكو والتي تنتسب إلى السلطنة طبعا لتعريف زوار ومرتدي هذا الفضاء الفكري لا يحضر فقط الخليل بن أحمد الفراهيدي ولكن الطبيب أيضا العماني يحضر معنا من تراه يكون أنا الطبيب راشد بن عميرة العيني الرستاقي ولدت في النصف الأول من القرن التاسع الهجري لمؤلفات في النثر والشعر أبرزها كتاب فاكهة بن السبيل ومختصر فاكهة بن السبيل ومنهاج المتعلمين أما في الشعر القصيدة الدالية والقصيدة الرائية والقصيدة الميمية فصلت فيهن أجزاء القسم وأمراضهن وأيضا كيفية العلاج من هذه الأمراض ودرجته إلى قائمة اليونسكو في عام 2013 ويحضر معنا عدم نتحدث عن الفكر والثقافة نتحدث عن شؤون الصحافة وعن ضفاف الشعر والقافية أيضا يحضر معنا أبا مسلم البهلاني السلام عليكم سيدي أنا سوف أبدأ بأبيات من الشعر لمطلع قصيدته النونية الذي يقول فيها تلك البوارق حاديهن مرنان فما لطرفك يا ذا الشجوي وسنان شقت صوارمها الأرجاء واحتزعت تسجي خميسا لو في الجو ميدان ناصر بن سالم البهلاني الرواحي شاعر عماني ولد عام 1277 الهجرة ومن أبرز مؤلفاته النشأة المحمدية كتاب السؤالات كتاب الجوابات وديوان أبو مسلم البهلاني أدري جاء ضمن قائمة اليونسكو عام 2019 للميلاد وأما عن الشخصية التي جسدت أبو مسلم فهو الشاب العماني محمد العمري محمد العمري يعني كشاب عماني مثقف فنان مصرحي وتلفزيوني أدى العديد من الأدوار حاضر هنا في الدوحة لتعريف زوار المعرض بهذه الشخصية العمانية إحساسك وأنت تؤدي هذا الدور إحساس رائع وتجربة جديدة وفريدة من نوعها للأمانة هنا في العاصمة الدوحة إقبال كبير من الزوار المتواجدين هنا في المعرض وللأمانة كل ما نمشي خطوة يتستقبلون بحفاة وطيب وكرم بارك الله فيهم ونتمنى إن شاء الله أن نحيي هذا الشخصيات ونحيي ثراها ونعرف المتواجدين هنا في المعرض بهذه الشخصيات العظيمة اللي كان لها تاريخ جدا رائع ومبهر في زمانها بارك الله فيك يعني للأمانة يعني ألاء ومونة شفنا يعني العديد من الأطفال بالدرجة الأولى يعني مقبلين بشغف للتعرف على هذه الشخصيات ويطرحوا أسئلة يعني فضول معرفي كبير جدا يعني طريقة لاقت ترحيب وإقبال من قبل العائلات والأفراد ومرتدي هذه الطبعة من معرض الدوحة الدولي للكتاب هتحول إلى طبيبنا أو بالأحرى إلى الفنان الشاب يعني لا تغركم مشاهدين اللحية البيضاء لأن تخفي لب الشباب داخلها طبعا الفنان العماني زياد الحضرمي زياد الحضرمي في الدوحة يؤدي شخصية واحد من الشخصيات التاريخية العمانية نتحدث عن دلالات توظيف المسرح ليس فقط مسرح الشارع ولكن رؤى متجددة ضمن فعاليات ثقافية نعم دائما المسرح ليس فقط على الخشبة الفنان داخل الخشبة وخارجها أيضا نحن دائما نحاول أن نساعد بإيصال مثل هذه الرسائل مثل هذه الشخصيات نحاول أن نقصدها خير تقسيد بحيث تصل الرسالة التي تريد أن توصلها الوزارة الثقافة والرياضة والشباب من حيث أن هذه الشخصيات هي سبع شخصيات أدرجت إلى قائمة اليونسكو نحن اليوم نمثل ثلاث شخصيات إن شاء الله يكون قد وصلنا اللي حابت توصله الوزارة من حيث أن الرسالة هذه وتعريف الناس بمثل هذه الشخصيات الرحلة كانت طويلة من الرستاقة إلى الدوحة؟ أكيد أكيد بما أن طريقة التنقل أصعب من الآن يعني فالحمد لله دائما كل شيء يهون من أجل إيصال المعلومة لكن طريقة التفاعل كانت أنجع نحييكم طبعا على هذه التجربة أعود وأقترب من الخليل بن أحمد الفرهيد أو بالأحرى صديقنا الفنان الشاب العماني مهلب مهلب العمري مهلب يعني أنت كشاب أديت العديد من الأدوار في المسرح وفي التلفزيون والإداءة أنتم تساعدون يعني تحدث عن الصعيد الشخصي تساعدون لمهرجان مسقط المسرحي أو مسرح العماني حديثنا عن تحضيراتكم في حقيقة الأمر نحن يعني في المسرح المسرح التلفزيوني والمسرح الإذاعي وأيضا المسرح العماني بالتحديد مقبلين على المهرجان المسرح العماني في شهر سبتمبر القادم والحقيقة أن المسرح في عمان المنافسة محتدمة فالتجهيزات على قدم وساق وبإذن الله سنمثل خير تمثيل في هذا المهرجان بإذن الله تعالى وبإذن الله ضفاف ستواكب كل الفعاليات الثقافية على امتداد الوطن العربي شكرا لكم شخصنا أو شخصياتنا التاريخية العمانية طبعا الشخصيات التي كانت حاضرة أو التي تزالوا حاضرة أو متواصلة متواصلة الحضور عفوا في هذه الفعاليات مشاهدين الكرام زخم كبير من الفعاليات يستحق فعلا الزيارة هذا المعرض بالفعاليات الثقافية الموسيقية البيئية طبعا وهذا في حضرة الكتاب بهذا إذن مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه النافذة أعود وأسلم الخط لك ألا مونة إليكما شكرا لك خالد وشكرا لضيوفك على هذه الوقفة التاريخية والمعرفية